نحن نقول مغالبة مثلاً أن بالنسبة لهم القضية محسومة وأنه يجب فقط حل سياسي داخلي. يقولوا الجزائر أنتم تحلمون. يعني وكأنها كارثة في الجزائر. يعني يقولوا أنتم تحلمون. هذه أوهام. طيب نأتي إلى الواقع. من الذي في أوهام؟ هي أرض كانت تحت يد المستعمر الإسباني. سنة إلى خمسة وسبعين. إلى حكم النهاية خمسة وسبعين. اليوم هذه الأرض تحت الرأي المغربية منذ ما يقلب خمسة عقود بجميع ما تحمل الكلمة من معنى من يعيش إذن في الأوهام؟ هل يعيشوا في الأوهام الذي منذ الفتعمية وخمسة سبعين؟ كانوا يذو قيام دولة هناك. يا أهو الكرام لا تعيشوا أنتم من لا يجب أن يعيش في الأوهام والخيال. ويوماً بعد يوم سينخلطوا. ستنخلط الدول في الحل الواقع الذي أتى به المملكة المغربية. وستتملصوا من الحلول البائدة. لأن كل الدول ستقيم. ستقول أنتم لا يمكن أن تبقوا في خمسين سنة متبسكين ومتحجرين عند موقف أكل الدهو عليه وشارب. ولم يعد واقعياً لأن المملكة المغربية تمكنت من الأرض وتماذس سيادتها على الأرض. أصدقائي عزيزي السلام وعليكم مرحبا بكم معنا في هذه الحلقة جديدة. كانت لنا بشكونا بخير. كنشكركم بزيف على الدعم دلكم معنا في هذه القناة المتواضعة. المهم ما سنطول عليكم. سنرى فيديو واحد المباشر من واحد الأخ موريطاني الذي يعطيه درس قاسي من نظام الكابراناس وفي نفس الوقت يتكلم على الصحراء المغربية. لا ندخل معكم في التفاصيل. سنجعلكم كما يتفرجون وتعطيوني الآراء دي لكم. خالنا تعليقاتي. يلا نشوفوا العلقة ونتلاقا في النهاية. يبدو أن الهدف أنه لا يوجد حل. وعندما يتحدثون أنه عندما يقول مغالبة مثلاً أن بالنسبة لهم القضية محسومة وأنه يجب فقط حل سياسي داخلي. يقولوا أنتم الجزائر أنتم تحلمون. يعني وكأنها كارثة في الجزائر. يعني كيقولوا أن أنتم تحلمون. هذه أوهام. طيب نأتي إلى الواقع. من الذي في أوهام؟ هي أرض كانت تحت يد المستعمر الإسباني. سنة إلى خمسة وسبعين. إلى حكم النهاية سبعين. اليوم هذه الأرض تحت الراية المغربية منذ ما يقرب خمسة عقود بجميع ما تحمل الكلمة من معنى من يعيشوا إذن في الأوهام. هل يعيشوا في الأوهام الذي منذ الف سعمائة وخمسة سبعين كان يريد قيام دولة هناك وكان يريد ويريد؟ أم الذي استلم الأرض وتمكن فيها ونماها ويوم البعض يبسط عليها سيادته؟ إذن من يعيش إذا أخذنا خمسة وسبعين الفين وعشرين من يعيش في الأحلام؟ من يعيش في الأوهام؟ يعني الأمور تكون واضحة. أنتم من يعني تريدون أن تبقوا في فترة قد مضت في أمة قد خلت. يا إخوة الكرام الملف أدخلوه المعنيون أي المغرب آنذاك وموريتانيا في الأمم المتحدة. وهم من أرادوا لإخراج فرنسا وطالبوا بحق تقرير المصير. وهم من كافحوا حتى تبقى القضية في اللجنة الرابعة. وقطعا أن في هذا الملف الأطراف تم تحديدها في هذا الملف منذ بدايته. والأطراف منهم هناك مستأمر يدعى المملكة الإسبانية. وهناك آنذاك أطراف معنية وتدعى المغرب وموريتانيا. لأننا نتحدث عن ستينات. البوليساليو ليست موجودة. البوليساليو ستأتي عشر سنوات بعد ذلك. يعني أن الملف بدأ تداوله في اللجنة الرابعة سنة 1960. البوليساليو ستأتي سنة ألف وتسعمائة وثلاثة وسبعين. يعني عشر سنوات بعد ذلك. وبالمناسبة لم تكن هذا الملف يقتصر على الصحراء الإسبانية أو الصحراء الغربية. كان يدعى دائما منذ ألف وتسعمائة وموريتانيا. بعد بدأ خروج القرارات ربعة وستين خمسة وستين ستاوستين. كل سنة يخرج القرار. القرار يعني دائما ملف. يعني ملف. يعني ملف. للتداول وكذا. حل مشكل إفني. وبقيت الصحراء الغربية طبعا نتيجة لتعنت المستعمير ونتيجة لأهمية الاستراتيجية والجغرافية والاقتصادية للصحراء الغربية. وتعنتت إسبانيا وحاولت بجميع الطرق أن تحافظ عليها. وواجهها آنذاك المغرب وموريتانيا. والمستعمير تم إخراجه. إذا تصفية الاستعمار. رغم أن الملف شوف لا تلعبوا على عقول الناس. رغم أن الملف في اللجنة الرابعة والمتخصصة في تصفية الاستعمار. وفي الأقاليم الغير المتمتعة بالحكم الذاتي. إلا أن الاستعمار تم تصفيته بخروج المستعمر. وبوصول الأرض إلى من يطالب بها. إلا أن الإجراءات القانونية استغلها البعض. لأن يدخل عنصر آخر وجبهة البوليساريو. ويدخلنا في مرحلة حرب. ليتحول النزاع من تصفية استعمار إلى نزاع إقليمي. وهذا هو الذي نشرح للناس بالأذب وبالاحترام وبالعقل وبالقانون وبالتكييف القانوني. نشرح لهم الأمر تكبيس يا أخوة الكلام تكبيس. نشرح لهم الأمر بالقانون وبالكيس وكل. ولذلك القانونيين والمختصاصين المتوجدين بأمم المتحدة لن تجد اليوم في قرارات الأمم المتحدة. لا أرض مستعمرة. لا مستعمر ولا تصفية استعمار في القرارات. ولكن ستجد نزاع نزاع في إطار ملف الصحراء. ستجد أطراف في هذا النزاع. بينما كل القرارات كانت في عهد المستعمر كان يقال للمستعمر أنت مستعمر الذي يدير الأرض يجب أن تدخل في مفاوضات مع المعنيين بالأمر. هل اليوم في القرارات يقال يتم التحدث مع المملكة المغربية كمستعمر يجب أن يدخل في مفاوضات مع المطالبين بالأرض. لا. بل على العكس هو تم تكييف الملف على أنه نزاع إقليمي. ولذلك تجلس فيه موريتانيا وتجلس فيه الجزائر. وتجلس فيه. يقول لبعض هم مراقبين. لا هم معنيين. لم يكتب أبدا يجلس على أساس مراقبين. يجلس على أساس معنيين. معنيين بالحدود ومعنيين بالسياسة. لأنك أنت الجزائر على أرضك أنت من يوفع السلاحة وكل شيء لجبهات البوليساريو. الجزائر ليست فقط مكانا للاجئين. لا الجزائر تحتضن دولة. الجزائر تحتضن دولة. الجزائر تحتضن مقر حكومة هذه الدولة. هذا لا يمكن أن تنكروه. لا يمكن أن تنكروه. إذن دعونا على الأقل نتفق على التشخيص حتى نجد الحلول. المريض حل مشكلته وشفاؤه ودواؤه يبدأ بالتشخيص الحقيقي للملف. إذا أنتم تأتون لنا الآن وأنتم متحجرون في آآ قرارات السبعينات. والملف تغير والجغرافية تغيرت والداريخ تغير لتأتوني الآن وتخاطبون بهذا الكلام وعندما تقولون آآ فيه قرارة 21 نوفمبر آآ 337 1979. فيه ... يا يا أخوة الكرام قرارات للعشر صنوات الأخيرة خلوكم على الأقل في قرارات العشر صنوات الأخيرة. خلونا على الأقل في قرارات للعشر صنوات الاخيرة. هذا فقط من باب التكييف والشرح. لعل وعسى آآ يسمعنا شخص واحد ويفهم من من الاطراف الاخرى ويفهم لب الموضوع. ويفهم لب الموضوع. يا أخوة الكرام لا تعيشوا. انتم لا يجب ان يعيش في الاوهام والخيال. اداة الاستفتاء. الاستفتاء ليس هدفا. الاستفتاء اداة لتصل الى هدف معين. يعني آلية ستام ويا. يعني انه الاستفتاء هو آلية. هو اداة للوصول الى هدف معين. هذا الهدف اداته لا تقتصر فقط على الاستفتاء. وإلا لن نجد حلا. الاستفتاء. الاستفتاء العارفين بهذا الموضوع. ومنهم الرئيس الموريتان الراحل مختار الدادة. قال انه تقنيا لم يعد يمكن انهم سعوا له. ولكن تقنيا لم يعد ممكن انجازه. لم يعد ممكن انجازه. والسبب نحن نعرفه. السبب انك الاطراف لن تلتزم ابدا بآ اصول هذا الاستفتاء. لان الكل سيحاول ان ينصر نفسه. اسبانيا اصلا اربعة وسبعين كانت تريد ان تنظم الاستفتاء. فغيرت من تركيب السكانية اسبانيا هذه. وهي التي جلبت كثير من الاسر لا علاقة لهم بواد الذاب ولا الساقية الحمراء. استجلبتهم في ظروف الجفاف. ووطنتهم واعطتهم الاموال. واهمة هي الان ستنظم الاستفتاء وستضم الصحراء. ثم عندما وقع المشكلة كذلك الجزائر نفس الشيء. الى حد الان في اخر قرار للامم المتحدة. يطالب مجلس الام الجزائر بفتح المخيمات من اجل الاحصاء. اذا لم تكونوا فتحتم هذه المخيمات لنعلم من موجود هناك. لديكم. لا يمكن ان تطالبوا بالاستفتاء. اذا لم يتفق شيوخكم وشيوخ المملكة المغربية على تحديد العوية لا يمكن ان يقع الاستفتاء. ولذلك الامم المتحدة اقتنعت وطوت وطوت هذه الادات. لم تعد حادة. هذا السكين للذبح. لم يعد صالح للذبح. فتم طيه والتخلص منه. ولذلك لن تجدوا ابدا في اي قرار. ولكن سيقال لكم. فعلا ان هذا الحق في تقرير المصير. وهو الهدف. اليوم الامم المتحدة تقول لكم هذه الادات التي كنتم في البداية تريدون استعمالها لم تعد ممكنة. الان اذهبوا الى طاولة المفاوضات من اجل تحقيق الهدف. فهمتوا يا اخوة الكرام? والله نجيب الخشيبات لهذك الذين لا يريدون ان يفهموا الامر. والله لقد بسطناه. بما يمكن تبسطه. تكبيس يا اخوة الكرام مائة الف ما وصلناها بعد. يعني الامر واضح. الان ديمستورة. مالك هذا الجزائر يأتي يقول له اتادي مستورة وانتما قلتوا انك كذا. يا اخوة الكرام قضية الصحراء الدبلوماسية المغربية كانت تكية جدا. ومتمرسة جدا. ومع الزمن استطاعت الدبلوماسية المغربية ان تؤطر ملف الصحراء. وهذا هو اهم شيء في الملفات. ما معنى التأطير? ان تضع حدوده. ان تضع. ان تستطيع وتستطيع ان تحدد حدود ما يمكن القيام به في اطار هذا الملف. لان هذا الالف كان مفتوح وكذا. لا. المملكة المغربية اليوم استطاعت بدبلوماسيتيتها. اولا من بين الامور التي نجحت فيها المملكة المغربية ان تجعل من المجلس الامن هو الهيئة الوحيدة المخولة في اصدار قرارات فيما يخص ملف الصحراء. وهذا بحد ذاته تأطير. هذا تأطير. استطاعت المملكة المغربية ان تجعل ايضا ان هناك حلوء وضعت حلا واقعيا. لانه عندما اقول واقع يعني يمكن ان تقيسه على حلول اخرى. يعني الحكم الذاتي. هناك دول تتمتع بالحكم الذاتي. دول تتمتع الحكم الذاتي. اذا المملكة المغربية وضعت على الطاولة حلا برغماتيا واقعيا قانونيا. وادخلت. بقي الطرف الاخر متحجر لكما قلت ذلك الحلول البائدة اقول التي لم تعد قابلة لانجاز. بمعنى انه يوما بعد يوم سينخلطوا. ستنخلط الدول في الحل الواقعي الذي اتى به المملكة المغربية. وستتملص من الحلول البائدة. لان كل الدول ستقيم. ستقول انتم لا يمكن ان تبقوا في خمسين سنة. متمسكين ومتحجرين عند موقف اكلت دارو عليه وشرب. ولم يعد واقعيا لان المملكة المغربية تمكنت من الارض وتمالس سيادتها على الارض. كيف ماشتم معنا اصدقائي العزائز كنا دول فيديو اليوم. كنتمنى بشكل عجب بكم. شكرا لكم ازايب. سمحنا بكم اطول عليكم. من دس اللي بقى مشتركتش معنا. مرحبا بكم اصدقائي العزائز. اشتركوا فعلوا جرس باش توصلوك جديد اللي كانت دائما. فالقناة المتواضعة كنتمنى بكم بتعطيوني الاراضي لكم. خناتها التعليقات. ما تنسوا مناش لايك والبرتاج مع الان اصدقائي. باش تزيد تكبر الهائلة ونزيد الكبروات القناة. اصدقائي العزائز. غادي نخليكم حتى الحلقة اخرى. ان شاء الله. ديما مغرب. والسلام عليكم.